ما يضع صراحة مخيم العلوم هو أول ميكر سبيس المادي موجود على الأروض بالعراق يتأسس بسنة 2013 الميكر سبيس هو مكان الجانب الإبداعي الناس اللي يعطون جانب إبداعي أو ابتكاري أو يردون يأسسون عمل قائم على التكنولوجيا يقدر يجي للميكر سبيس مثل ما موجود بالعالم هو جزء من الميكر موفمنت العالمية المسخة العراقية طبعا من أكثر منتجات أو المشاريع المتكررة عندنا واللي دائما في حال التطور في الساينس كامب هو صناعة وتصميم الروبوتات الروبوتات الأغراب صناعية أو أغراب تدريبية وغراب تعليمية وأغراب بحثية هذا بشكل مستمر ودائما نحن ندعم طلاب والباحثين والخريجين بمشاريع تخرجهم ببناء الروبوتات زائدا أننا نستجيب القطاع الخاص ببناء الروبوتات لإداء وظائف محددا فضلا عن أنه الساينس كامب يطلع وعنده شراكة حصرية على المستوى الدولي لتمثيل العراق بولومبيات الروبوتيكس اللي اسمها فيرس جلوبال تشالنج 2018 كانت أول سنة شانت بواشنطن سوينا روبوت يعني ردنا نسوي كلش عملاق بس المستوى ما تقبله إنه أكثر من 50 سنتي فسوينا ينفتحه ويصير طويل حتى بوقتها كان لازم يجمع يعني المحافظة على البيئة فلازم يجمع نفايات ويعرف شوان يوزعهن يعني بلاستيك زجاج ناين أو هاي سؤاله شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة